شهدت حديقة حيوانات تشستر بالمملكة المتحدة حدثاً سعيداً تمثلاً في ولادة شامبانزي صغير نادر بحسب القائمين على الحديقة ووضعت الشامبانزي الأم وتدعى أليس ابنها الذكر أمام دهشة زوار حديقة الحيوانات بعد حمل دام ثمانية أشهر وظهرت اللقطات التي تم نشرها حديثاً الشامبانزي حديث الولادة مدمسكاً بأمه بقوة بينما تقف قريباته الأخريات في المجموعة المكونة من 21 فردان في مكان قريب وينتمي الشامبانزي الصغير إلى سلالة الشامبانزي الغربية وهو نوع ينتشر غربي أفريقيا خاصة في دول ساحل العاج وغينيا وغيرهما من البلدان المجاورة وتأتي عمليات الولادة الجديدة لهذا الشامبانزي كجزء من برنامج التربية المحافظة على حديقة حيوان تشستر والذي يعمل جنباً إلى جنب مع حضائق الحيوان الأوروبية للحفاظ على الحيوانة الرئيسية المهددة بالانقراض بسبب التجارة غير المشروعة في الحياة البرية وإزالة الغابات والصيد الجائر والعشوائية في أجزاء من إفريقيا ترجمة نانسي قنقر